الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله جماعة يقولون نريد بناء مسجد في قريتنا ولكن أحد الشباب السلفي منعنا من ذلك بحجة أن المسجد لا بد أن يبنى بنفس المواد وبنفس الطريقة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده أفتنى في أمرنا فقد بلغت الفتنة إلى مداها أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما حثنا على بناء المساجد وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يحدد لنش المواد ما قال لنش بالسيمان ولا بالجبس ولا بالكاللج ولا بالطين ولا بجريد النخل ما قال لنش والنبي عليه الصلاة والسلام نهار بناء الجامعة أكتب ما قال لنش لازم تبنو الجوامع كما الجامعة التاعية هذا لا لا لم يحدد هذا وإنما قال من بنى لله مسجدان وإن كمفحص قطات يعني كما العش تعزاوش بنى الله له بيتا في الجنة هذا جنون وهذا إما مريض عقلي روحوا على الجوه وإما يعني إنسان مبتدع وظال ما كلا يتخبى مورده السلافية وما تنفعك والو روح دير جاريمة واخدع وكدب ودير بيدع في العقيدة وفي الفقه وما دي تخبى مورده السلافية ولو كانوا نردوا عليه يقول كلا يردع السلافية يا وبركاتكم الكدب ابني والجامعة النبي ما حددناش المواد ابني آخر طراص آخر مادة يختارها العلم ابني بها ويجوز لك وعندك الأجر يا سبحان الله هذه القصة فكرتني عند أقيب وقيلة بلد 30 سنة يحكيوا لإجماعة من الغواط غواطية صالحين تلاقيت بيهم في العراق مؤمنين صالحين الحق يعني أخلاق كبيرة قالوا لي عندنا واحد القرية قرية في الغواط حبوا يبني وجامع كيسمع واحد الشيخ من الصالحين حب يصدق على بابه ويماه أعطالهم قطعة أرض ألف متر قالوا مهيليك صادقا لله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة أنواها على بابه ويماهبش يبني وجامع يخرجوا له زوج ملاده سلافية هدوما قال لك لا لا ما يجوز الناش نبني والجامع بهذه الطريقة أعلاه يا أولادي وكيفها والقرية قاعد تسأل قالوا لهم السنة أننا نجيبوا ناقة ونشحطوها وتروح تمشي وإحنا نتبعوا وتمشي وإحنا نتبعوا وين بركت نبني والجامع هاكذا النبي عليه الصلاة والسلام ابن الجامع تعو وإحنا ما نخلفوش السنة وما نخلفوش النبي وما تسقسرهم بشير رهبوهم وانتوما تقبلوا تخلفو الرسول القرية قاعد قال لا لا إحنا ما نخلفوش الرسول أما لا كما شفتوا في فيلم الرسالة لازم جيبوا ناقة ونخلوها تمشي وين تبرك أما لا جيبوا ناقة لغواطية ناقة زيرية أعطارها بشحطة بتيو يالليش حطوني بتيو هي تانيك ناقة عندها في الرأس مشات 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 وين داتهم القرية قاعد يتبعوا وهدوك الزوج أبو خليطهم اللولين هي تمشي وما يتبعوا هي تمشي وما يتبعوا دخلتهم عند بوست بوليس دخلتهم للساحة تعمل كساعة الشرطة خرجوا الشرطة يصيبهم قاع قاع النس واخفاوا الناقة باركة واش كارين قال يا ودي جينا نبني والجامعة في هذه الساحة خرجوا المطرق أعطارهم حتى شبعوا بدأوا بهذا قزوج أعطارهم المطرق حتى شبعوا هذا جزاء المبتدع كيف إنسان تبرع بقطعة أرض على بابه ويمما تجي تقولوا لا لا لازم نجيبه ناقة ونخلنا نشحطها نخلوها تمشي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ما شحطوها ما ضربوها يا سيدنا رسول الله واش قال دعوها فإنها مأمورة واش معتها مأمورة كان جبريل عليه السلام شد لها الخيطة امتحها وودها للمكان ويلازم يكون مسجد النبي في المدينة المنورة تجايب ناقة من أغواط مسكينة أعطيها بشحطة بالتي وقال وين تبرك نبني واشح عيداتهم بوس بوليس واخدار المطرق هذا هو الجزاء تحية المطرق لهذا النوع دب دبوها إنسانية تباري بقى تقوله كيف لازم يبنيها بجريد النخل كما النبي بنى المسجد تعو ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه لا زرابان لا فراش كان اللارد ومن فوقها جريد النخل وماشي لازم نبنيه بنفس المواد لا لا العبرة ببناء المساجد ماشي بالمادة لك احتبني بيها احطبوا ولا أزجاج ولا حسبنا الله ونعم الوكيل الله يهديكم الله يهديكم دب دبتوه الشعب الجزائري سائل يقول خطبت فتاة من دون فاتحة درت لها الخاتم فقط حطيت عليها اليد وجاء رجل بعد لخطبتها ووافقوا على إعطائها له ونحوها لي وبعد أن تركها هذا الرجل تريد هذه الفتاة أن تعود إليها قلها المعودة فالطعام انصحني يا سيدي هل أرجع إليها أم لا الأول قال عليه الصلاة والسلام يعني حرام واحد يخطب على خطبة أخيه طفلة مخطوبة إذا ركنت ما معنتها إذا ركنت حاولوا تفهموه محسوب إذا وفقت ولو ما زال ما داروش الفتحة ها واحد يخطب طفلة ووفقوله ورمي يتفقوا بنتهم ويكتل فتحة الصادق كيف يديروا خلاص هي ركنت إذا ركنت تحرم خطبتها حرام وإذا خطبها تاني ولا تالت ولا رابع هي للأول لو لديها إلا إذا تنازل إذا تنازل الأول ما لم يتنازل هي تعلو والخلاص رأيها ركنت وانتا كتقول بلي هذا الطفلة رأيك تقول بلي درت لها الخاتم وحطيت عليها اليد خلاص ما عندها ركون قد واقع رأي ليك وانتا رح تتفكر العرس والوليمة والدار وتنظم في أمورك وطاير طاير بالفرحة وم بعدها جاء واحد آخر أعطاوها له ما نعف ياد راوش كاين وم بعدها بطل منها كيف بطل منها اتصلت بك قلت لك أنا أحب أن أولي لي قلها المعودة فالطعام الله يسهل عليها روح جيب واحدة أخرى روح جيب واحدة أخرى ليك وحدك خلاص طير مغمض هذه ما قبلها شفلان جي عندك لا لا يا أخي أنتك تطلب ناصيحة وهذا لي ينصح ما يخدعش وما يكذبش وانا والله غيرني دير كيما نفسي كيما نفسي أنا الجورنان الجورنان لو كان واحد يقرها قبل ما نقرس نقرها نحب نفسي جورنان جديد ما كاش ألف فرق يأطيني جاريدة جديدة وكان واحد يقرها قبل ما نحبش نقرها ما لا هقدر أنت خطبتها ودرت فيها النية ودرت لها الخاتم وركنت وخلاص وراك تنظر في أمورك في جديد الفتحة حتى يجيك خبر بالي ما أعطوها الوحدة أخر وهذا هم يلعبوا بنتهم الله يهديهم النصيحة التاعي خليها ربي يجيب لها وحد جديد وانت يجيب لك طفلة جديدة ما مدوها ما موالو غير لك وحدك هذا رياضي في رفع الأثقال يسأل ويقول هل هذه رياضة حالة محرم والله ما نخبع لك رفع الأثقال ما نشعب الضب صح وقيل هذيك لا تيروفيلي إذا تقصد رياضة لا تيروفيلي ليفدو الحديد ما رايش حرم ما عنداش علاقة بالحرم هذه رياضة حالة ما هي حرم ما فيها الحرم إن شاء الله إذا تعلق الأمر بالملابس أنت مسلم أستر نفسك من صورتك إلى ركبتك ودير رياضة إذا رفع الأثقال هذا هو المقصود يعني لا تيروفيلي يا جوز ولا شيء عليك واشنوع السعر وقيتولي تجال هم يقولوا ليفع الأثقال قاعد تجالين وليديروا الباسكت قاعد طوال يعني وإلى صح أكعتولي تجال آداب هذا إنسان يقول ما هي آداب ما بعد الصلاة والخروج من المسجد آداب ما بعد الصلاة التسبيح سبحان الله الحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثة المرة سبحان الله ثلاثة وثلاثة المرة الحمد لله ثلاثة وثلاثة المرة الله أكبر ومن بعد أشهد بعد أرفض يدك أدعي ما ديش كمام يدير عندنا غير يسلم الإمام ينودوا يجروا تقول قاعد عندهم اجتماع في وزارة الداخلية هو والو أو يجر يا باك باش يوقف قدام الجماعة ويبدأ يقصر أو يقصر يقصر والو والو ضيع يعني مكان يستجاب فيه الدعاء وضيع وقت يستجاب فيه الدعاء سئل عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وهو حديث صحيح أي الدعاء أسمع ما هو الدعاء ليستجب الوربي قال في ثلث الليل الأول وأدبار الصلوات يعني بعد الصلاة كيتكمل الصلاة سبح ورفض يدك ودعي ولو جماعة يجوز الإمام يدعي سرا ونحن ندعيه سرا هذه كري كراها الإمام مالك إذا دعى الإمام جهرا يعني هو يدعيه جهرا ونحن نقوله آمين هو يدعي جهرا ونحن نقوله آمين هذه علاه كراها الإمام الإمام مالك قال لي أن الناس ولا يدعوش لأنفسهم لك الإمامين على بال وبالك أنا عندي دعاء يخصني أنا يهمني أنا والإمام ما على بالوش الإمام هو يدعي الأدعية العامة لذلك الإمام اللي كان يرى كل واحد يدعو لنفسه ورغم ذلك رغم أن الإمام اللي كره أن يجهر الإمام بالدعاء والناس قل آمين إلا أن علماء المالكي يوضحوا هذا المسألة قالوا في حالة ما إذا كانوا الناس يعرفوا يدعيه أما إذا كان الناس عجم كما بلاد العجم ولا كانوا مسلمين ما عافوش يدعيه وكان نية الإمام أنه يدعي جهرا باش الناس تتعلم الدعاء أهنا يستحب له يجهر يجهر باش الناس تتعلم لأن الإمام معلم يجهر باش الناس تدعي الناس ما عافوش يدعيه كاليعوذ بالله حتى ليكفر وما على بلوش وأنا احكيت لكم هذا جال عندي قال لي كان واحد سيدي سلي سبع ملايين قال لي دعيت ربي قال لي حتى جال واحد سيطاني سبع ملايين خلص ديني قلت له واش دعيت قال هكذا استغفر الله ناقل الكفر يخمى واش كافر هذه باش نتعلمه بق قال لي قلت له يا ربي يرحم بابك سلكني وربي ليس له أب ولا يجوز نسبة الأب لربي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولكن وابنيتو يا ربي يرحم بابك سلكني دارني في حيها نروح النبه هو روفي نيتو نسكت هذا كلام وكفر فترجعها عندي أن يقلت له أروح أحضر الحلقة مغرب العيشة تبع معي الحلقة تتعلم فتبع معنا الحلقة حتى وصلنا لهذه مسألة التوحيد أن الله لم يلد ولم يلد فنبهته إلى المسألة إذن الإمام إذا كان يدعي جهان بنية أن الناس يتعلمون منه الدعاء يستحب له ذلك ما يش بيدعاه ما يش حرام يجري من الجامع قال لك الدعاء بيدعاه يخرج بريك حسبنا الله ونعم الوكيل السيد عثمان من معسكر يسأل يقول عندي كوشك يعني كيوشك أبيع فيه الدخان والشمة أعيل به العائلة كلها الكبيرة والصغيرة علم أني متزوج وأشتري حاجيات المنزل فهل أموالي حلل أم حرام أموالك حرام ياسي عثمان الدخان حرام بكر يقبل ما تباني المظرة العلماء اختلفوا هل هذا مظرة أو لا لا وهذا كل وقت حرامه لأنه تبذير لا منفعة فيه ما فيش منفعة الشيخ العرباوي تعالى الحراش رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله هذا نور على نور ما على بليس الحراش وبلدية الحراش على ما يديرش ملتقى وطني تحت اسم الإمام العرباوي لرب الأمة ربها في الحراش وكنت نحضر الجمعة نور على نور العرباوي سقساه واحد قالوا يا شيخ الدخان حلاله الحرام قالوا حرام قالوا بصحانة حاكم فيها قالوا يا أوليدي لو كان ربي خلقنا نتكيفه كان يخلقنا شميني في رأسنا هكذا قال له لو كان ربي خلقنا نتكيفه يخلقنا شميني في رأسنا ما لا أموال الدخان حرام وما ينفعكش هذه السيعة ما تقول زعمة أنا نصرف على العائلة بدل عندك كشك دير حاجة أحد أخرى دير حاجة أحد أخرى أنصت أفكر أدعي ربي أجري ربي يسرك للحلال الدخان حرام وماله حرام وكل ما يترتب عليه تتحاسب بنتا يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته